موسيقى أهلا بكم إلى موجزي أخبار الآن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على منطقة تجليب الحكومة بريف دير الزور الشمالي بعد معارك مع تنظيم داعش في حين تتوارد أنباء عن تقدمها وسيطرتها على حق الغاز بالريف ذاته وفي ذا سياق آخر قتل عشرون فردا قوات نظام أثناء المعارك يوم أمس في منطقة حويجة ساكر وبلدتين مرات وخشام بريف دير الزور الشرقي بعد هجومين شنه أفراد داعش على مواقع قوات نظام أعلن قائد عملية قادمونية حويجة اليوم تحرير أحد عشر قرية في قضاء الحويجة بالعراق من احتلال تنظيم داعش الإرهابي وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن انتلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كاركوكرا قالت مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وضع مصير للاتفاق النووي مع إيران بيد الكونغرس لاتخاذ قرارا بشأنه قالت المصادر ومن بينها عضو كبير في إدارة الرئيس أن ترامب سيولغ الكونغرس أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق الموقع بينها وبين مجموعة الدول الست في عام 2015 رد وزير الخارجية الكورية شمالي بعنف على التهديدات التي واجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده وذلك بسبب ملفها النووي وتجاربها الصاروقية قائلا إن بيونغ يانج لن يصيبها الرعب من تلك التهديدات وتعد هذه التصريحات الأولى لبيونغ يانج منذ تهديدات ترامب أمام المنظمة الدولية في نيويورك بأن بلاده ستدمر كوريا الشمالية أعلنت البحرية الليبية أن أكثر من مائة مهاجر فقد أثرهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة سبراطة الليبية أستطاع خفر السواحل إنقاذ سبعة ناجينة بعد أن بقوا في البحر لمدة ثلاثة أيام دون إقاثة وتعد مدينة سبراطة نقطة انتلاق المهاجرين إلى أوروبا احتفلت كامبوديا بمهرجان الموتى من خلال تقديم الطعام وصل على أرواح أفراد العائلة والأصدقاء الذين قضوا أو ماتوا ففي معبد خارج العاصمة اجتمع المئات لمشاهدة سباقات الخيل والجاموس قبل الذهب إلى المعبد لوضع الأرز في أتباق الرهبان ووضع أتباق مختلفة على الأرض ليأكلها الرهبان بدورهم وهذه الإجراءات يعتقد فيها الكامبوديين بأنها تصل إلى نفوس المتوفين مات الموجة استحياء واللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإن عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر